اشتركوا في القناة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسخموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تخموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا أما هذه الدار فهي دار التويرات دار الأكدار دار الأمراض والأحزان ولو طارت الحياة ولو متع الإنسان بالكامل الصحة فإن المصير الموت لا بد من الموت كل نفس دائقة الموت فدار عاقبتها الموت والزوال لا قبة لها ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والاكثر من تلاوته والتفكير في المصيد بعد الموت ماذا يكون بعد الموت والتفكير في القبر هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورها من حفر النار ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنسوء هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار فالتفكير في هذا والعلاية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارع على مراو الله اشتركوا في القناة